مملكة الفقراء اي شاخ رح مع اختها والله ادمية هالمرة اكتير وجوزة ادمي اقل منها لا لا ثلاثمية بكفوا مملكة الفقراء مملكة السرير مملكة الحرير مملكة السر والسرير اي رو رو وشعتني بحياتك ما تتركنا شو الاصط ابوي بحياتك يعني ما ممكن لصير عندي تصار ولا ممكن لا تتساليني سكرت امي لا افضل سكر ديني لا ممكن تبقى هالة ولا دقيقة سمعي حتى اخبريك الحقيقة حغب وحيالة تطلط المعرفة تسبب أم تسبب بمك أمك و أباك و قيلتك ما دخلون مش أنا يا خيالات نعسالة يا مخلوعين يا نسوان يا زاخية طول بالعلك بسيطة رؤية زاخية شللب عالناس وعلى أسعد مملكة المصائب مملكة العجائب والغرائب مملكة التوبة والتائب يعني الواحد كيف يجب يتفهم معنا خلاص بابا يا مغرما بالحلاج كلبك سلاوهام شيال زهو الصباح عادي كنت أوهم يا يا باي فالله رحمك يا خليل روك ما يرحمنا الزمن نفسا سمت أوهم يا أم يا 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 با شفت يا بعيني انت رح تلا عنده عشق مملكة الملاك الأسود مملكة الشيطان الأبيض بتموت يا معطن قمت من الفرشة حرارتك 35 مملكة الفقراء مملكة المراهق العجوز مملكة الشباب المنبوط قضيت الحزب ما حزب شلت من فكري كذاب ونافق وخبري يا ابني على كل الطريق ما شفت حدا قلت يمكن كل الناس بالحبس سيدنا أنا عندي عائلة سبعة اثمان أولاد وما دامتي بتخاف اتنين واحدة ناس اللي شفوك يدارب هاللالوا عالطرقات شو قيلوا عنهم ليش حبسينهم لعن الأدم ما احد عم بيحبو ليه حبسوك كما شوف الجرم المشهول اهيك الله ينصركن فضل بعبادك نتشارشح أكتر من هاي يا لطيف حالب الوالداء مهم الدنيا جهنم الحمرة مملكة الفقراء مملكة القصة الواقعية التي صورت مشاهدها في نفس الأكواخ والقصور والأماكن والسجون التي شهدت حوادثها الحقيقية مملكة الفقراء معظم شخصياتها حقيقية وتمثل نفس الأدوار التي سبق وعشتها في هذه المأساة الملهادة مملكة الفقراء الموسيقى التصويرية وليد غلمي مدير التصوير غسال هارون قصة وحوار فؤاد المست سيناريو وإخراج فليب عقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر